مرحبا بك في دورة تعليمية جديدة واللي راح تكون عن ال .NET MAUD خلينا نبدأ نوضح الغرض الرئيسي من تعلم هذه التقنية من خلال المثال التالي إذا طلبت من عندك أن تقوم ببرمجة برنامج متعدد المنصات كلمة متعدد المنصات يعني يشتغل كبرنامج أصلي يعني لأنظمة الكمبيوتر نظام وندوز ونظام ماك بنفس الوقت وأيضا يبدأ يشتغل كتطبيق هاتف ذكي نظام IOS ونظام أندرويد وطبعا تقول أوكي أنا يمكن أن أتعلم لغات البرمجية والتقنيات ذات الصلة لتطوير كل واحد منهم يعني كل واحد لأي منصة أقوم بتعلم Swift على نظام ماك طبعا المنصة المعنية في تطوير تطبيقات IOS وأتعلم مثلا كوتلين أو جافا على أندرويد ستوديو وأتعلم أيضا بعض التقنيات ذات العلاقة لتطوير البرنامج كتطبيق نيتف على نظام وندوز ونظام ماكي فهنا طبعا العملية راح تأخذ من عندك وقت لأن أنت لازم تتعلم تقنيات جديدة تتعلم لغات جديدة بنفس الوقت عملية التغيير على الشفرة وعلى المشروع لازم أنه تحدث في كل المشاريع هذه يعني إذا أضفت تحديث معين لازم أضيفه في مشروع الأندرويد أضيفه في مشروع IOS وأضيفه أيضا في المشاريع الخاصة في برامج الكمبيوتر لذلك دخلت عدنة ما يعرف عدنة في التقنيات البرمجية اللي يمكن أنه أنت تحتمدها لإنتاج برامج من شفرة واحدة يعني بدل أنه يكون العمل عندك على أدة مشاريع ومنصات فرح تكون على شفرة واحدة ومتعدد المنصات ومنها مثلا عندك Flutter ماوي هي التحديث أو generation أو جيل الجديد من الزامرين إذا سمح في الزامرين على بيئة الدوت نت كانت أيضا تشتغل على نفس هذا المبدأ ولكن في ليك جدا كبير في الزامرين لذلك دخل لنا generation جديد وهو ماوي ماوي طبعا هو اختصارا UI اللي هو User Interface وم من Multi Platform يعني منصات متعددة وأي من App يعني تطبيق متعدد المنصات على نفس الUI على نفس الUI بطبيعة الحال لذلك من المهم أنه تتعلم ماوي حتى تبدو تنتج برامج أصلية native تشتغل عندك على نظام Windows وعلى نظام Mac وأيضا كتطبيق هاتف ذكي بنفس الوقت على iOS وعلى Android وأيضا أنه عملية تعلم ماوي جدا بسيطة كل شيء مرتب كل شيء منظم بيئة التطوير وهي آخر نسخة في جول الستوديو في جول الستوديو 2022 جدا ممتازة كفاءة عالية في كتابة الشفرة في صيانتها في انتاج البرنامج كل شيء رح تشوفه منظم أمرتها لذلك هذه الدورة رح تبدو تتناول عندك التقنية بشكل سلس ومفهوم طبعا كل عليك أنه أنت تكون دارس للغات البرمجة C-Sharp هذا فقط اللي أنت تحتاجه طبعا مع بعض المفاهيم البرمجية طبعا كل شيء احنا رح نبدو نوضحها خلال هذه الدورة فرح نبدو نتكلم في البداية عن إنتروديكشن إيش هي الماوي كيف تبدو تشتغل وما إلى ذلك بعد ذلك رح نبدو بتنصيب بيئة العامل في جول الستوديو كيف رح تبدو تنصبها وشنو النقاط أو البوينت اللي أنت لازم تركز عليها فيما هذا حدث إليك مشاكل أثناء عملية التنصيب بطبيعة الحال بعد ما أنه إحنا نقوم بتنصيب البلادفورمالتنا ونقوم بإنشاء أول مشروع إنا ونقوم بتشغيله طبعا على المنصات المعنية فالآن ندخل ونتناول البايزيكس الأساسيات الخاصة في هذه التقنية هيكلة الملفات كيف تشتغل الترابط رح يكون عندك وما إلى ذلك أيضا رح نبدو نشرح بيئة عامل في جول الستوديو للناس اللي يعني سابقا يعني لم يعني يروحون ديب في تفاصيل بيئة أو منصات التطوير بعد تناولنا لهذه الأساسيات بشكل مفصل طبعا ننتقل إلى الأكزامال أكزامال هي اللغة الماركاب يعني اللغة الخاصة بالتصميم إحنا التطبيق مالتنا جزء برمجي جزء تصميم جزء التصميم هي أكزامال هاي اللغة الماركاب اللي رح تبدو تبني لنا الكائنات الخاصة في اليو اي في اليوزر انترفيس في واجهة المستخدم اللي احنا رح نبدو نشغلها على كل الأنظمة المعنية على نظام ويندوز على نظام ماك وعلى نظام اي او اس وأيضا عندك اندرويد تطبيقات الهواتف الذكية بعد ذلك رح نبدو ندخل في يعني هو نمط تصميم يسمونه Model MVVM Model View View Model هذا عبارة عن نمط تصميم يستخدم في الوقت الحاضر لعمل Pinding على البيانات بصورة جدا بسيطة وأيضا من مبادئ كتابة الشفرة النظيفة أيضا هذا رح نبدو نأخذه ونطبقه داخل ماوي بعد ذلك رح ندخل في Database هي تحتبر ركن الأساسي في اي تطوير اي برنامج رح نبدو نتعلم ال Database ونقوم بكتابة Database باستخدام ال Link وباستخدام Entity Framework أيضا يمكن أن نستخدم Entity Framework هنا داخل ماوي باعتبار أنه احنا على بيئة عمل ال .NET أيضا يمكن نستخدم SQLite Database طبعا نستخدم SQL Server نستخدم SQLite ال Database اللي يمكن أنه محلية مع كل التطبيقات يعني تكون Database عندك محلية ولا تحتاج إلى Server وما إلى ذلك فأيضا يمكن أنه نتعلم ال Database هذه ونحاول أن نعمل لها Implements من خلال مشروع تطبيقي بعد كمانا لكل هذه التفاصيل فأنت استطعت يعني أنت تعلمت الأساسيات تعلمت كيف تصمم تعلمت نمط التصميم Model View تعلمت Database بأنواحها Server و Light والآن تنتقل لعمل deployment كيف راح تبدي تصدر المشروع الخاص فيك يعني ملف يشتغل على Windows يشتغل على Mac يشتغل على Android ويشتغل على iOS فهذه هي مرحلة deployment أيضا إن شاء الله بعد نهاية كل هذه الجزئيات يمكن ناخذ مشروع تطبيقي متكامل مثلا برنامج إدارة ديون أو أي برنامج آخر طبعا راح نطبق بكل هذه المفاهيم بصورة شاملة من مرحلة التحليل مرحلة التصميم مرحلة التطوير بشكل كامل مرحلة الفحص ومرحلة deployment